السؤال الثالث بيقول إيه؟ أبلغ من العمر 63 عاماً نظري ضعيف ربنا إن شاء الله في الأيام المبركات دي يجمع عليك تمام الأجر والعافية يا رب حتى باستخدم النظارة حتى باستخدم النظارة يعني هو نظري ضعيف حتى لو استخدم النظارة ولهذا أستعين بالتابلت لقراءة القرآن لأن فيه خاصية التكبير والإضاءة المناسبة هل يجوز استخدام التابلت في صلاة التراويح أم لا يجوز أفيدوني جزاكم الله خير لا يجوز استخدام التابلت في صلاة التراويح طب ليه يجوز استخدام التابلت في صلاة التراويح؟ لأن دي وسيلة للقراءة كما أن المصحف كان وسيلة للقراءة ليه طيب؟ لأن المطالب أن نقرأ فنقرأ بوسيلة النظر في المصحف النظر في التابلت لا شيء في ذلك المطلوب بس إن ما يبقاش في حركة كثيرة مش التابلت قدامي فأفضل أن أقل في صفحات التابلت لا ولا أفضل أن أتحرك التابلت لا يبقى أنا أعمل الحركة المناسبة لها في الصلاة وبس لأن إحنا مش محتاجين عمل كثير في الصلاة يبقى إذن يجوز استخدام التابلت يعني ممكن أن أستخدم التابلت ده في قراءتي وفي صلاتي آه يجوز أن أنا أستخدم التابلت في قراءتي وصلاتي ليه؟ لإني سالم كان يصلي سيدة عائشة وكان يصلي بها من المصحف إذن يجوز أن الشخص يصلي وهو يمسك بالمصحف والتابلت ده ده تجتمل على المصحف فيجوز إن شاء الله أن الواحد يصلي الصلاة وهو ينظر في ده ويجوز أن أنا أستخدمه يعني يجوز أن أنا أكبر النور فيه وأكبر الحروف فيه طبعاً إحنا عندنا مصاحف ممكن تكون حتى في مصاحف التهجد اللي أنتوا عارفيننا اللي بيبقى الخط فيها كبير فيجوز زي المصحف اللي جنبي كده ده مصحف ممكن أصلاً كمان تستخدمه أنت فمفيش فارق كبير خالص خالص ما بين ده وده ويجوز إن الإنسان يستخدم التابلت ويستخدم فيه الخاصيات اللي بتساعده على تلاوة القرآن فقد يكون ده بل إن ده ممكن يكون من قبيل كمان المستحب إن أنت تعمل ده أو الأولى إن أنت تعمل ده عشان ده يساعدك على تلاوة القرآن ويساعدك إن أنت تكون في أفضل حال ويساعدك كمان على أنك تكون من أهل التدبر عند تلاوة القرآن وتكون من أهل الاستقامة إن شاء الله ويكون بهذا الله سبحانه وتعالى أكرمك أن تتأمن أن تتدبر في آيات القرآن الكريم